موسيقى السلام عليكم لبنات كديري لباس عليكم كتمنى تكونوا في احسن الاحوال انتم ما كتشاهدوهات الفيديو اليوم ان شاء الله جيت نقترح لكم الفيديو لانشارك معكم الاقتراحات لعيد ميلاد اللي عملت تحضيرات تحضيرات اللي هي بسيطة ولكن اول حاجة غدي نبدأ بها البنات هي الكيك الملاكي تورطة الملاكية كيفاش تجي ديزان دياله يجي شكل دياله زوين بزاف وراقية وكلاس وكيمشو تفل مقادر اللي حاجة بسيطة ماشي شي مقادر كثيرة وشكل دياله يجي راقي لشتوها يعني يبليكم تحضيرات ديالها اللي صعيبها ولكن هي بكل سهولة كتحضر كيمشو في المقادر البنات غادي نحتاجها البنات ثلاثة ديال البيضات كبار بحرارات المطبخ وغادي ندفع لها كاز ديال السكر يعني مشي كاز البنات عفون نص كاز يعني ما يوز من وزن درت تقريبا الوزن سبعين جرام وكاز ديال الفاني بالنكهة الفاني تقدرو تديروا النكهة الكرامير الشوكولات كتنكهو على حسب توقيت ديالكم البنات مميما عطيتكم باش نكهاتها بغايتو تديروك بحل ديال يديروه بغايتو تختلفوه تختلفوه فاليكم واسيو النعذر مميما البنات كي مشتو انا يا خطرت هاد التورطة المالاكية كتجي راقيه وكلاس هكا كتتحط في الطابلة كدي شي حاجة مختلفة عن عادة كي مشتو البنات دا بدرتون في العجانة وكنا نخلي الخالي ديالي ينخدموه في الخلاط العجانة ولا الباتور ولا تخدمو غير بالخلاط اليدوي ولكن خسكم البنات شي مجود باش هكا تخدموه ما بين 5 دقايق حتى 6 دقايق يعني ندمجو العناصر مع بعديها مزيان والبيض يتبدل اللون ديالو شوية ما بغيتو شي طلع غير غدي نخدم ببيض شوية وصف مش ما يبقاش بحالكك ونضيف عليه 7 ميلي لتر ديال الزيت بالنسبة لبنات القرامات المقادر كام نينا عا تلقاهو ان شاء الله مضبوطة في صندوق الوصف لهكا الناس اللي كي بغوي يخدو بالقرامات والناس اللي كي بغوي يخدو القياس بالكاس كي مشتو البنات دارت نصف كاس ديال الحليب مايو عادية 70 ميلي لتر خدي 12 جرام ديال كاكاول مور مايو عادية لعندي واحد المعلقة عبرت بيها لبنات كاكاول مور مايو عامرة فعبرت اعطتني 12 جرام وصفي دبافات لأثناء فاش خدمت الخالد ديالي غير واحد المدة ما بين خمسة دقايق حتى لست دقايق عندي دقيقة لبنات بالنسبة للدقيق عندي 200 جرام لي سبق لي وغربلتها مقبل مايو عادية واحد جوش كيسان يعني غدي تعبرو إما بالقرامات إما تاخدو شي كاس اللي كي وزن 120 جرام ومن غديش تعمرو يعني غدي تدير وتخليو تعمرو بحالي تعمرو يبقى ليكم واحد شوية على على الكاس بش يعمع صفيف هاد الأثناء البنات كنخلط مزيان هاد الدقيق ديالي حتى كي يندمج مع هادك خالد ديالي غدي نضيفو الدقيقة لبنات الدفوعات هكا لان انا اعطيتكم 20 جرام ولكن يقدر ياخد معاكم كتر ولاقال على حسب نوعية الخالد الدقيق عفوا اللي عندكم يعني الخالد النوعية كتختلف يعني من الاحسن تديرو وانتو ما كتتحكمو فالاخر فهو الكيك البنات كيجي كيك عادي يعني كتخدمو شوية بطريقة عادية كي مشتو بحشك الكيك عادي تبا كنضيف 16 جرام ديال الخميرة ديال الحلوة يعني من فئة 8 جرام كتديرو جوجة لبنات كيعتكم 16 جرام دبا فهد الأثناء غدي نخلط مزيان هاد الخميرة تدخل لنا في الخالد ديالنا من بعد ما كنشوفو الخميرة دخلت لنا في الخالد ديالنا كننخدو واحد المون اللي سبق لي ودهنتو من قبل بالزيت ورشيتو بدقيق لي انا ما بقاو ليش دك الورقة طبخ اللي ندير في اللاطة هكا حتى هما زويني انديك أبرق الزبدة حتى هما كيساعدوك بزا بشها كما تلتساقش معاكم الكيك ديالكو مون الحلوة صف البنات بالنسبة المول تقدرو تديرو اي مول عندكم نيم توفر تقدرو تديرو مول مدوار مربع لحاسب بنتو ما شنو كتفضلو واش بويتو شوكولا ولا اينك هالي كتفضلوها كيموشتو البنات بالنسبة اللاموس شوكولا لبنات كتفضلو كيموشتو البنات عندي لاموس شوكولا اللي سبق لهم بيتها فمو جميد مزيان لانها كل ما كانت باردة مزيان هي والحليب كل ما كتساعدنا اللا كريم ديالنا ولا لاموس كتطلع دغية بكل سهولة ما كتتاخدش معانا الوقت نهائيا فهدلاتنا البنات الوزن ديال الحليب شعال خديد القرام مية وخمسين مليلي لاتر ديال الحليب البنات ما يوعدلو حد كاس كبير ديال العاصر الكبير يكون بارد الحليب ولموس ضروري لبنات واش كتساعدكم في الخدمة مزيان صافي فهدلاتنا غادي ندف الحليب بعد باش ندفع لي لاموس باش هكا ما تلسقش لنا داك البودرات لاموس في العجانة ديالنا في الإناء وهكا كتساعدنا بسافي الخدمة ودعب البنات عادين نخلل طول لاموس ديالنا عادين خليوها تطلع في الخلات مزيان في الباتور او لف في العجانة نحتها قد طلع مزيان وتتماسك وتشد راسها لان مخصوم شا البنات خليوها تبقى سائلة ضروري قد طلع مزيان من بعد ما كتب لينا جي نواز ديالنا بلات طرطة هاي على شكل كيفاش كتجي لبنات تقبتها وبعد توقو بالموس هكا باش تدخل في هاتك لاموس صافي را التورطة ديالنا من بعد خليتها تبرد تماما لبنات ما تخدموش بها ويا سخونة يعني خصتها تبرد من بعد خليت لذاك المول قبل كتحيدو ليه ذاك الايطار هكا باش كت متبقاش لاسق الكيك كتنديرو عليه السلوفان يعني السلوفان او لذاك الاوراق الزبدة باش هكا من كتجو تحيدو الطرطة ديالكم اطلت ساقش معاكم في المول ولكن عندكم المول يعني مزاكدين منو انه هما يكل ساقش صافي خدمو بيه صافي كما كتشوفو ده بكا بدا نسراح غير بسبار توري البنات نحاول نقاد دا ديك التورطة ديالنا وجوانيب وكل شي باش ما يجيش داك شي وجه ويجي داك شي مقاد باش مجيش جيها طالعا وجيها عبطا نحاول اناني نقاد التورطة ديالي كا من كيمشو سمحو لي البنات على الإضاءة بساف لاناني مصورة في الليل وليلة قبل من هات شي قبل من الليلة اللي غادي ندر فيها التورطة باش غادي نمونتها يعني ضروري تكون تديروها مقبل ومن بعد شاء الله فاش كتقدوها وصافيك على هات شكل هادا كتلوو عليها السلوفان وقد دخلوها المجمدة الليلة كاملة تصبحت باش كتمنطوها ولكنتم زروبين بيها البنات على القليلة وحا تستسويع تستبعت سويع ضروري إما تغامروش بكيكا ديالكم وتخدمو بيها يعني ضروري خصا تكون يعني جامدة إما ليلة يوز سحسن البنات يوز سحسن أنكم تديروها ليلة قبل باش كتجيوار أنا خليتها ليلة كاملة البنات كي مش شوف الإضاءة غادي سبليكم باللي أنا نكن صور في الليل صافي البنات ضروري تلويهم زيان في السلوفان أو لغير في كيس بلاستيك يتلوي عليها باش هكامي كتخشو هات اللاجة ما كي قيسها لما لا تشرب ليكم الريحة لا تشي حاجة صافي من بعد كتلويهم زيان قد دخلوها المجميد سمحو لي البنات بعض المقاطع مشاولية لأنني كيس حاب لي كان برك على باش نصور ماشتو خديت كاز ديال كريمة سائلة معاكاس ديال السكر معاكاس ديال كاكاو المور إن شاء الله بالمقادير بالقرامات غادي نخليها لكم في صندوق الواس كاملين سميات 200 قرام 120 قرام 120 قرام 120 قرام مل حاجة كامل ندرتها في هذا الإناء ثلاثة جيلاتين أعفونا بارد البنت لا تدروه في المدافع ولا المسخون سوف نضيفه في المدافع خليطة البنات على نار مع تحريك المستمر غير تطلع في الغلية ثلاثة جيلاتين في الماء بارد سوف يجعلها تشكل هذا البنات سمحوا لي البنات لاني قلت لكم شو لي المقاطع بديت كنكتب رانيا لا اسم ديالي ساحب لي بركت و انا ما بركت سوف يخديت هاد الحلوى البنات لكتبع واجدة درتها في الملميع بنتمي الملميع البنات شوية غالي ولكن كاعتكم بالعبارة على حسب من عشرة دراما البنات الفق كماش شو درت لهم دك الملميع و بديت كن ندور بهم حسن من لا كريمة البنات انا بدا جتني هادي واعره البنات و ملاكية و كتحمل وجهها كتديروها في الايد الميلاد المناسبة اي حاجة يعني البنات واعره وتقدروا تديروا اي اسم بالنسبة لهادوك العقيقات فهادوك البنات حلوى فهي قد تنكل بالنسبة الملميع البنات حتى هو راك يتنكل و كي معي بليكم في الفيديو البنات درت ليها الوز ايفيلي من جناب وتقدروا تديروا بيرميسين دك الشعية ديت الشوكولات فكي بقت تزين البنات على حسب الطوق ديالكم كي ما بغيتو درت واحد شوية دي ملميع البنات في الوسط و كي اعطي واحد و كي اعطي واحد و كي اعطي واحد و كي بقي ب عندك البريو و زوين بزاف و في نوصل وقت انها كتجي راقية البنات كنتمنى البنات تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم متنسوش خطائكم متعليقات ديالكم الزوينة و متبخلوش عليها بلايك طبيعة الحال الى عجبكم فيديو كي ما نشو البنات هذوك العقيقات سره هما كيتنكلو يعني ديروهما البنات كتبقى اختيار يتقدروا تديروك بحالي درتانا تقدروا تخليوا غير هذوك الشوكولاتات اللي درت ليهم دك دك الملميح بايتو تخليوا غير بحالة كافة لقوم الاختيار انا اعطيتكم فكرة البنات و انتو ما تتكروا كيف ما بايتو البنات و كتديروا على حسب الاسم ديالكم حتى هي كي جزوين هكا كتبت اسمي ديالي بهادك حسمنا تكتبوها بدك الشوكولات كتبقى لكم على حسب الطوق و على حسب دك شلي كتبقوا انتو ما وصفك كيكون هادا واشتاك النهائي ديال التورطة دينو دبا غا ديندوزوا ان شاء الله باش نحضروا طورتات صغر ميني طورتات بالفواكه و كريم باتيسري و غادي نحضروا عو تاني البنات البيتزا خليكم معي باش هكا تشوفوا لقطات كامين ديال دكش اللي حطرت في العيد الميلاد ديني ان شاء الله و اتخدوها كفكرة البنات اللي عندهم اعيد الميلاد ولا عندهم شي مناسبة هكا باش كان مقام ناخدو افكار من بعضياتنا وكنستفدو وكنقام نستفدو من بعضياتنا يعني اللي عندها شي مناسبة هكا تدخل شوف من الفيديو ده هادا ومن هادا ومن هادا كتاخد فكرة وهكا تبتكر و تحط شي حاجة في المستوى وتحمل وجه العائلة ديالها وصف البنات كي ماشتو يعني التورطة كتجي واعرة وراقية و اهم من كل شي البنات انها بسيطة كي ما عودتكم البنات تكون شي على البسطة و التوضع ولكن تاويل حاضر فيما مشي ناكل قوت تاويل اهم الحاجة البنات ماشي داروني ندوروش حاجة غالية باش نفرحوا راسنا ولكن البنات يعني ندوروش حاجة بسيطة ولكن تكون يعني عاطية العين كي ما كان قول يعني اللي الشافة غت تعجبوه و اهم حاجة اختي الى ما فرحتيش انتي راسك را ما كينش اللي فرحك ما نسنوش واحد باش ينوضي فرحنا ما وضي اختي عندك شي مناسبة نوضي قدي تارطة صايبي شي حاجة فرحي راسك و ما تنسيش شي واحد انه غي فرحك لما عطتيش قيمة راسك و فرحتي راسك يعني ما عمرك تنتظري شي واحد غادي فرحك وسمحوا ليال اذيك الكاثرونة حيط اختكم ما عندهاش الادوات يعني كان قدي بدك شي اللي عندي اختكم معروفة ببسطة والتواضع كمشتورة ندرت كريم باتيسري اللي سبق لي وكننحطرها معاكم ديما كندرنا السيطرو ديال الحليب مع ثلاثة المعالقة عمرين ديال كريم باتيسري مع ثلاثة المعالقة ديال السكر وكيبقى علي حسب الضوء صافي من بعد ما كيغلو التقلينا كنخليوها تبرد تماما كنديروها فاد البوش باش كتسهل علينا الخدمة ولا تقدروا تديروها بالمعلقة ولا عبكي سبلاستيكي بالنسبة لفواكي كما اختبت فواكي اللي هي غالية فانا خديت عيكيوي والبرتقال يعني اللي تشي اللي عندي متوفر في الدار فانا خدمت بيه ممشيت خديته شي حاجة من غير ذاكش اللي عندي في الدار صافي كما اختبت هاد طورتات راني غديجة واخدهم من قبل واجدين غير شديت و خدمت بيهم كما اختبت لكم البنات خديتهم واجدين وعمرتهم يعني هكا ضغية ضغية انني وجدت الشي قدرت نحضر ذلك الشي يعني كيكون حسن مانا كيتنودية وجديهم وذك شي كي ياخد لكم كما قلت لكم انا مكتنودية شي حاجة ولكن تالاخر لحظة قلت ننود نفرح رأسي ونشط مع رأسي وصفي هدا ما كان كي ماشته كتعمرهم على حسب وصفي هدا وشكل نهائي ومداب البنات غدي ندوز باش نحضر معكم بيتزا بيتزا ميني بيتزا البنات حتى هما اخذت العجينة واجدة كتاخدوها من بايم ولا من المرجان صفي كتديروا لاصوس اللي اسبق اللي ودي ما كان حضرها معاكم لاصوس بزعتار ومليحة وليبسار ومطيشة وصفي كي ماشته كندير كفيتا وغدي ندير شوية دير جبن وغدي ندير زيتونة من الوسط كي ماشتهك بحال هاد الوصفة البنات ديال كتكون شي مناسبة ما كان ديروش يعني البسط لاوه ما كان ديروش هادا كفليفلة لان كتبقاها كحسن كتجراقية صفي البنات ودا با خديت هاد الماضلة اللي اسا هما وجدين من بخبازة يعني خديتهم ودرتهم في هاد الكويسات هادو اللي كيتباعو ديال كابكيك قدير درها من الوحدة البنات صفي خديت لا كريم طلعتها ودرتها في هاد البوش باش تساعدني هاكا في الخدمة ضغية كي ماشته كم قا ندير هاكا ورا هاكا توجد بكل سهولة صفي البنات كي ماشته وغا ديروش الليهم شوية ديال بيرميسين اسود كي بقا على حسب المتوفرة البنات تقدرو تخليهم غير بحالكا ما بغيش ندير قاعدة باش ما ديش بكل شي مشارجي بذيك العقيقات يعني درنا هاد الشعرية دير شكلات كتاعتني ما ندرتها هي زوينة وباش في نفس الوقت نخرجوا شوية من ذاك البيض باش تبيي اللي انا هادك اسود حتى وا جوا على البنات في هاد الكابكيك وان شاء الله خليوا تتمت الفيديو ان شاء الله جزء الثاني كيتشوفوا معايا البوفي كيفاش حضرتو خليكم معايا ان شاء الله فيديو جايب سلام عليكم موسيقى